طب مساكم يا أهل الديرة الطيبين المحبين المتآلفين المتكاتفين المستانسين في البر وقعدين راح نتكلم في حلقة اليوم عن البر وجمال البر وحلات البر وهذه عادة من عادات الكويت وأهل الكويت القديمة وموجودة أيضا في الخليج العربي الكويتين قبل يطلعون كشته يقولون نبل روح كشته أو كشتات الكويتين قبل تختلف عن الحين طلعات البر كانوا يتمعون يحطون خيام لا مولدات كهربع ولا هم يحزنون وماشلتهم معاهم ويروحون البر ويستمتعون وهم وعوايلهم وأصدقائهم وأقربائهم أكلهم معاهم أعيالهم معاهم الجوش حلو نظيف الهوى نظيف لا كوذيش قبرت البقيات اللي نشوفها ولا تشفيط البقيات على العوايل كان فعلا الجو وناسه بالفعل تستانس العوايل بين هالخضار حتى اللون أخضر أحيان ما قمنا نشوف اللون الأخضر حتى زهور النواري نشوفها لحيان ما نشوفها تغير الجو يردون لكويتين طبعا بيوتهم آمنين ومطمئنين على أعيالهم لا حوادث ولا هم يحزنون إلا ما ندر وضع البريه للدير الحين اختلف مع تقدم التكنولوجيا والآلات الحديثة الحين صار عندنا شنو؟ أسمعكم مخيمات درجة VIP ودرجة عائلية وبعضها مخيم وكسور طبعا وبعضهم في كارفانات أو شالهات مفروشة أحسن فرش وتتأجر باليوم ولا بالأسبوع ولا بالشهر طول فترة الاشتاء أو الربيع صار الحين كل أجهزة البيت اللي في بيتنا إحنا اللي قاعدين فيه نفسها موجودة في هذه الخيم أو الكارفانات أو الشالهات سموها اللي تابون يعني تقدرون تقولون صارت هالمخيمات بيت ثاني مولدات كهرباء المخيمات عريضة ومسورة بليتات نطاطيات حق العيال دوار فشكال وألوان البقالات صارت يمهم على الشارع اللي بيع الفواكه واللي بيع الفحم واللي أجر بقيات وتناكر الماي يمهم عشان تشري استلزم الأمر تواجد الشرطة أو الدفاع المدني أو الأسعافات تكون قريبة لا سمح الله من هالمخيمات علشان طبعا الدفاع الشرطة أو الدفاع المدني لحفظ الأمن وللأسعاف الجرحة نتيجة الحوادث البقيات واللهوشات الله أعلم يعني حتى الناس اللي ما تقدر السافر أو ظروفها ما تسمح لها السافر تروح تحجز مكان وتقيم فيه هناك لفترة الربيع ويعزمون الأهل والأصدقاء والأقارب طلع عندنا الحين يا أهل الديرة شيء يديد وهو تأجير المخيمات وهذا ما كان موجود من قبل وبعد شوي راح يكون عندنا بداخلة حق أحد الأشخاص اللي أجر الخيم راح نسئلة عن الأسعار وشلون يتلى الفكرة بتأجير الخيم بالإضافة إلى نقطة مهمة وايد يا أهل الديرة العوايل اللي تنصب الخيام أو الشالهات بعد ما شلون شن يصير شالوا غراضهم تشوف قطوا النفايات وعسكب الله قطوا أزبالتهم البلدية احتارت معاهم الهيئة العامة للبيئة داخت معاهم نحن سمعنا يعني أنه فيه رسوم مبلغ وقدر تأمين راح يعني ما أدري إذا كان أقر هالرسم أو التأمين يدقون عليه ويقولولي اللي طالعين البر خذوا منهم رسوم تأمين أو لا ليش؟ لأن هذه المحافظة على البيئة حوادث للصير وايد من البقيات واي سمعنا عنها في كل سنة عياننا اللي يحفظهم غير حالات الوفاة كل سنة نسمع رضي يجخلوقنا يحفظكم رب العالمين غير الآهات يعني بغاها طرب صارت نشب غير حالات وحوادث الفحم اللي يشبونه بكثرة عشان تدفن فيه ويشبونه في الخيم وينامون ويسبب الاختناقات ويقطونه بره بهالبيئة هذه بيئة البر ما تدرون إش يصير بعدين يعني صار جو البر غير صار لابد من تدخل مؤسسات أو هيئات للمحافظة على أرواح الناس أو المحافظة على نظافة البر هذه البيئة الصحراوية اللي إحنا لازم نهتم فيها عش كثر يقع على عاتق إن إحنا الكواتيين المسؤولية في المحافظة على نظافة هذه البيئة اللي قاعدة تتعرض للدمار خلال فترة التخيم وشنه هي المظاهر السلبية اللي نشوفها أثناء التخيم كل هذا وأكثر راح نناخشة مع ضيفنا الكريم من الهيئة العامة للبيئة بعد الفاصل ومشاركتكم ياهل الديرة ونصايحكم نحب نسمعها أيضا وايد مهمة بالنسبة لنا للمشاركة أرسل حرف تي أو طاء زين 93312 الوطنية 1512 على فيفا 50129 نطروننا ورح تعرفون أنه الشخص من الهيئة العامة للبيئة لكن بعد الفاصل رجعنا لكم مرة ثانية أخواني وأخواتي المشاهدين والمشاهدات رحبوا معاي بضيفكم وضيفي السيد محمد داود الأحمد مدير إدارة الرقابة البيئية في الهيئة العامة للبيئة أهلا وسهلا فيك أخوي محمد ما قصرت على تلبية الدعوة أزاك الله خير لأننا الكويتين طبعا دائما بحاجة لتوعية وبحاجة دائما إلى بعض الفلاشات الصغيرة من الهيئة العامة للبيئة ورح نبتدي حوارنا معاك أنت سمعت أخوي المقدمة وقلنا إحنا أن البيئة الصحراوية أكثر البيئات اللي تتعرض للدمار خلال فترة التخييم اللي تستمر حتى 31 من مارس من كل سنة ليش ليش بداية مشكولة على الاستضافة وأسأل الله تعالى أن نكون أخفاء فضل على المشاهدين صبعا أكيد ونتمكن إن شاء الله نقدم رسالة إن شاء الله توصل وإذا تسمحيني طالع عمرك يمكن هذا مناسبة طيبة إن إحنا تحمد بالسلامة حق والدنا حضر صاحب السموة أمير البلاد أسأل الله يومه بالسلامة يا ربي إن شاء الله البر يعني واحد من أكثر التحديات المواجهة في الهيئة العامة للبيئة إحنا دائما متهمين بالهيئة العامة للبيئة إن إحنا من الجهات اللي تحاول أن تخف يعني الضيق شوية على الموطنين في موضوع عملية البر وإحنا نبن أكد على الأمر جدا مهم الهيئة العامة للبيئة تسعى إلى تنظيم عملية تخيم الناس في البر وتوجيهها بما لا يضر في صالح البلد اللي هي بيئتها بالنهاية نعم خلنا أعطي بعض الأمثلة على بعض الممارسات السلبية اللي قاعد نواجهها في البيئة البرية واللي قاعدت تأثر علينا بشكل كبير أثبتت الدراسات أن نسبة كبيرة من مخزون المياه الجوفية وهذا من أمور يمكن ما تشاهد أو ما تسمع ما تعرف عامة الناس أن نسبة كبيرة من المياه الجوفية في دورة الكويت المخزون الاستراتيجي قاعد يقل بسبب ممارسات التخيم عندنا في الكويت اللي قاعد تؤدي إلى وجود ما يسمى بالأرواف كل مخيمي ويسوي روف رمل حوالي وهذا الروف بعد ما يمشون عندنا صور يعني تحزن فعلا هذه الأرواف تعمل على احنا عندنا صور يريت صورة نواف مخرجنة في صورة أكو صورة مثل الأرواف يريت قاعد تكلم عليها سيد محمد حاطين تقصد الرمل المسوينة وتواير بحطوطة نعم يعني هذه من بعض التصرفات بعض التصرفات إذا نشوفها مع بعض هذه أدت سوينا دراسة أو أخوان في معهد الكويت بحاث العلمية سوا بدراسة أثبتت أن نسبة كبيرة جدا من المخزون المياه الجوفية قاعد يقل العملية التعبئة الطبيعية له بسبب تحول مسار المياه الطبيعية من الأمطار وغيرها باتجاه مصادر المياه الرئيسية مثل الروتين وغيرها هذا الأمر يعني من الأمور الغير محسوسة وغير مشاهدة وغير محسوبة فما بالش بأمور أخرى يمكن مشاهدة عند الناس أن عملية انضيقات التربة وعملية تأثير الغطاء الأساسي الرئيسي بالتربة يؤدي إلى زيادة نسبة الأغبرة في الدولة تأثر الغطاء النباتي محمد ما قطع كلامك بالخير يا ريت حط لنا التقرير نشوفه ونعلق عليه التقرير هذا جدامك أخوي محمد طبعا هذا البر طبعا نحن خذينا السيديات هذه منكم طبعا من السيديات هذا هذا ما دعا بر الكويت ولا بر ما يندر نحن خضارت شدين استعنس نعم بس نحن بشكل عام هذا بر الكويت قبل يعني نعم نحن خنشوف المشاهدات ما بين أمرين نحن نشوف الروف اللي طالع حين يطلع لنا نعم هذه المشاهدات الآن تتشاهد داخل محميات دولة الكويت وهذه المشاهدات فعلا هذه بعض التخيم هذه بعض المبارسات الخاطئة في التخيم نحن نمنع يفترض أن يكون ممنوع التخيم باتجاه أو ب ضغط العالي الكهرباء ضغط العالي الشوارع الرئيسية المرافق الحكومية وغيرها هذه بعض الممارسات السلبية ما بعد التخيم يعني لو نلاحظ هذا التأثير ألوف من الكائنات الحية نعم اللي تدخل داخل يعني قاعد نلاحظ مع بعض نسبة التأثير هذه الكبيرة نعم يولوف من الكائنات الحية مثل خنافسة وغيرها يعني لو تدخل في إطار واحد ما ترى تطلع منه ما تقدر ما ترى تطلع تطلع منه وإحنا قاعد نتكلم عن ساكل الطبيعي ويتمون داخل يعني في الإطار يتمون داخل ما يدرون يطلع منه هذه بعض المخلفات للأسف حتى الإخوان هذه كلها مخلفات بعد الفرحة اللي يفرحونها الأشهر هذه يعني أقل ما فيها احنا نفترض أنه يشيلون المخلفات هذه أو يحطونها على الأقل في مكاملة كويت ومقصرة في عملية إزارة هذه المخلفات ومعهم لكن الـ صبات الكونكريتية مباني الكبيرة اللي قاعد تنشأ الآن داخل التخيم بحجة التخيم وحطوا سبنت يعني قاعد تؤثر تأثير كبير جدا على الغطاء النباتي هنعطي أمثل احنا لدينا بعض الصور يعني ما أدد إذا كانت موجودة ولا لا اليوم ويانا لكن الفرق الكبير ما بين الغطاء النباتي داخل المحميات الطبيعية وخارج المحميات الطبيعية هل هذا معناته أننا نمنع التخيم لا مو هذا الهدف مو هذا الهدف الحياة عمل بي احنا هذا موروث اجتماعي كلنا نستانس فيه كلنا نطلع فيه حتى احنا في البيئة يعني كبيئيين نطلع ونستانس في البر لكن احنا نقول الممارسة يعني شيء محموب الحين يسمعونك أهل الديرة وحين هم خيمينك بعد تفزياناتهم في البر الحين طالعون لي نحن لا يزعون علينا احنا اهم شيء بالنسبة لنا زي ذا اي شيء تقول يعني مقوب منهم ممتاز احنا تكون العملية الممارسة تكون ممارسة يعني بما لا يضر بالأحياء نحنا نقول أن كثير من الطيور كثير من الحيوانات تكون متواجدة خلال فتاة البر يعني للأسف قاعد نشاهد أنا بعض الممارسات السلبية ومن خلالها الناس يمكن تدرك يعني ما تتوجب عليه القيام في حجور كثيرة للحيوانات الموجودة في البر النباتات الطبيعية الناس تمشي يعني على خطوط متعرجة بالطرق يعني ما تلتزم بطرق يعني الترابية الرئيسية وهذا قاعد يؤدي إلى انضيقات التربة لا في الطرق الحين شي سوون أي أخي لا طرق ترابية رئيسية داخلية احنا نقول الآتي البر الآن أو خلال الممارسات السابقة هذه كلها غير منظم وبالتالي احنا دورنا الآن في اجتماعاتنا في داخل الهياة العملية أو مع مجلس الوزراء في لجنة المشكلة من مجلس الوزراء كل هدفنا نحن نعيد تنظيم المروح الهي العمل البيئة الهي العمل البيئة مجلس الوزراء يعني تبنى قرارات كثيرة من الهي العمل البيئة ومن بلدياة الكويت والتعاون مع بلدياة الكويت ووجهات دولة الأخرى مجلس ودارة الداخلية والله يسمعوننا يخترعوا أهل الديرا ما سيساوون اجتمعوا علينا كل هالأمة غادي نحن نعتذي نحن على الله وعليا ما عندنا فلوس ونطلع بخية ملاحقيننا ما ستنظمون ما ستساوون لهم ممتاز نحن نقول آتي أننا في ممارسات خاطئة توجد في البر ما هي فقط ممارسات بيئية في ممارسات بيئية في ممارسات بالنظافة العام بتابعة بلدية الكويت في ممارسات عامة خاطئة أمنيا قاعدة تظور في البلد بدون الكلام فيها بشكل معمق وزارات الدولة تداعت كلها على طاولة واحدة وبدأت تتناقش هذا العملية كيف نحافظ على هذا الموروث الاجتماعي الطبيعي اللي كلنا نستانس ونفر فيه هالبيئة الصحراوية الجميلة اللي عندنا وطلعاتنا الكشتاتنا هذه اللي نتمنى أن نستمر عليها ونفس الوقت نظم العملية بما لا يضر البيئة بما لا يؤدي إلى زعزعة الوضع الأمني في البلد بما يؤدي إلى التزام بقوانين واشتراطات الدولة وصلنا إلى نتيجة أن حددنا بعض المواقع للستخيم الشمال وبالجنوب حددتوا مواقع حددنا مواقع في الشمال وبالجنوب بواقع دراسات عندنا في العملية البيئة بما لا يضر الوقت حددناها كان الهدف أن نطبقها السنة هذه لكن وجدنا أن نطيق عن الناس أو راح تطبق بالطريقة اللي نحن نبيها الآن مجلس الوزراء اللجنة المشكلة برئاسة وزارة الداخلية يعني تقريبا على وشك الانتهاء من رفع الموضوع للمجلس الوزراء الاعتمادة الفكرة الرئيسية أنه راح يكون عندنا موقعين في الشمال والجنوب مواقع ضخمة راح تكون فيها جميع التسهيلات للناس بالعكس نحن يعني نعز الدور هذا ما راح تقيد محمد حريات الناس لا 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 بالعكس مناطق ضخمة ترى يعني منطقة التخيم ما راح تكون منطقة الآن بدون تقييد وإذا طلعت من صوب مينة عبدالله طالع ما كم لك محطرين صبارك الرحمن فإذا تم تقييد الأماكن ما راح يسوي نوع من الزعاج للمواطنين لا 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 اغتيب يعني تم أخذ مع الاعتبار كثافة عملية التخيم الموجودة في الدولة خلال السنوات الماضية تم أخذ مع الاعتبار حجوم الشيء